شدد رئيس الجمهورية برهم صالح على أهمية الفصل بين سلطات واستقلال القضاء وأكد صالح خلال لقائه وفدا من مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي فائق زيدان وبحضور كل من نائب رئيس محكمة تميز رئيس الدعاء العام ورئيس هيئة الإشراف القضائي ومدير عام دائرة الحراسات القضائية ضرورة تشكيل لجنة مشتركة بين رئاسة الجمهورية ومجلس القضاء الأعلى لمراجعة القوانين النافذة والعمل على إعداد القوانين وتشريعات التي تحتاج إليها المرحلة المقبلة